بعلبك إلى سور وترابلس وصولا إلى بيروت استعادت المناطق اللبنانية مشاهد الحرب الأهلية في عاصمة الشمال حاول المعتصمون في ساحة النور اقتحام مركز التيار الوطني الحر وتصدى لهم الجيش في المقابل استباح حزب الله الساحات والشوارع الأخرى وحولها إلى ساحات مواجهات مناصر حزب الله اعتدوا على المتظاهرين في سور وبعلبك وحاولوا اقتحام منطقة عين الرمين مسلحين بالعصي والحجارة فأوقفهم الجيش الهدف ضرب هذه الانتفاضة لأنه قوي بما يكفي وجديد على حزب الله كيف يمكن مواجهتها إلا بجرها إلى إعادة الانقسام الطائفي وإعادة إحياء صور الحرب الأهلية كاميرا الإخبارية جالت في شوارع عين الرميني التي شهدت توترات ليلا أهالي المنطقة أكدوا عدم رغبتهم بالاشتباك مع من يعتبرونهم شراكاء في الوطن لكنهم في المقابل لن يسمحوا باستباحة منطقتهم نحنا جاي الحرب أنا عمري 47 وانا من رحم الحرب نحنا من 30 سنة اطلعنا من الحرب لليوم بعدنا عمد فحق أنا جاي يقولون للشباب أي نقطة الدم بتنزل وأي حرب أما أي معركة بتصير راح تردنا 100 سنة لورا نحنا عنا سئة بالجيش اللبناني اللي أثبت جدارتهم باريح ونحنا كنا ورا الجيش اللبناني والكلمة الوحدة ما يتنية معنا لما قلنا تراجع ونحنا فورا كنا عم نتراجع منذ ثلاثة أيام والتوترات الأمنية تشتد ليلا والرهان يبقى على قدرة الجيش على استيعاب الأمور ومنع زلاقها نحو المحظور كل هذه الأحداث الأمنية المتنقلة ليكون سهلا تخطيها إلا إذا قررت القيادات السياسية تحصين الداخل اللبناني عبر سلسلة إجراءات تبدأ أولا بتشكيل الحكومة الجديدة حكومة إنقاذية تعيد الثقة بين المواطن وسلطته من منطقة عين الرماني مرسل كرمة الإخبارية شرق بيروت